بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أنا سعيد جداً أكون مع طلاب جامعة الملك خالد في موضوع شيق ويشكل إن شاء الله خطوة للأمان في هذا الموضوع وأنا متأكد للجامعة الأخرى ستحدو حذوهم بإذن الله وهو موضوع المواطنة في جوانب متشاعبة وسأتحدث بإذن الله في موضوع المواطنة الاقتصادية مع بعض الجوانب الأخرى في التاريخ الاقتصادي وفي الرؤية وفي ما جد واستجد في الاقتصاد السعودي وفي الأزمات الدولية ودور المملكة خاصة دور الاقتصادي فبسم الله نبدأ أولاً المواطنة هي وطن ومواطن وهناك ثلاثة آيات كريمة تعطينا هذا الوطن ربما أنها نسمعها كثيراً خاصة في رمضان مع التلاوات ونسمعها حتى من الأكاديميين والمعلمين لأنها آيات ذات دلالة رب يجعل هذا البلد آمن واجربني وبني أن نعبد الأصنام رب أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع رب يجعل هذا البلد آمن ورزب أهلهم من الثمرات ثلاثة آيات كريمة تكفي أن تجعل مواطن هذه البلاد يعني مواطن متميز ووطن متميز وعلاقة حميمية غير عادية كل مواطن في العالم وكل بلد في العالم يرون أنه الأفضل لكن أعتقد أنه ما يميز هذا البلد هو هذه الآيات الكريمة التي أنزلها الله في محكمة كتابة ثم أيضا هذا الوطن هو موء الإسلام والدعوة ورسالة خاتم الرسالات النبوية ولا نقول الأديان لأن دين واحد دين الله واحد وأيضا هو موء العروبة والعرب هم حملة الإسلام والشعوب الأخرى استقبلتها ونشرتها واستوعبتها وقاموا بدورهم في نشر الإسلام ربما أكثر من العرب لكن العرب هم حملت الرسالة وأيضا هذا البلد به المسجد النبوي وبه المسجد الحرام والأماكن المقدسة وإليه تهفو أفئدة المسلمين في كل وقت على مدار الساعة بالثانية هناك من يصلي قريبا أو بعيدا من المسجد الحرام وهناك الحج والعمرة والزيارة وهذه الأشياء كلها تجعل لهذا الوطن مكانته في أفئدة المسلمين أولا وفي هذا العالم إلى جانب ذلك أيضا هناك سلع استراتيجية وربما سلعا أخرى الحمد لله هذا بلد غني وهي سلعة النفط وهذه السلعة الاستراتيجية جعلتنا محط أنظار العالم وهناك أمور كثيرة سأرجع إليها إن شاء الله عن النفط وأيضا المملكة غنية بكل السلعة بكل الموارد الأولية التي أعلن ولم يعلن عن الكثير منها ولكن بلد غني زادها الله غنى الأمر الآخر هذه جزيرة العرب يعني هذه موئل العرب وهذه أقاليم العرب نجدها وإحجازها وصراتها وتعامتها وشمالها وجنوبها وصحاريها الشاسعة المملكة تشكل النسبة الكبرى من جزيرة العرب والدول الأخرى الشقيقة في جزيرة العرب من الكويت إلى اليمن كلها دول الشقيقة تكمل من المملكة العربية السعودية وتعتبر وحدة جغرافية وإن شاء الله وحدة سياسية بالمعنى العام بمعنى أن مواقفهم واحدة هذا البلد الغني بهذه المعطيات هيجعل المواطنة فيهم أسألة مختلفة تماما لمن وعى ولمن أراد ولمن استدرك من أموره الكثير كلنا لدينا همومنا ولدينا أمورنا وفا يعني كل يبدو أن هناك ما يستلزم أن نستدعي هذه المواطنة نضعها على سطح الأحداث وفي شعورنا وفي إحساسنا حتى لا نفقد الرؤية ولا نفقد الطريق المستقيم لعلاقتنا بوطنين مثل ما حدث في بعض الأمور يعني مرت علينا ظروف غير عادية وظروف الإرهاب وظروف تحديات الدولية ومع ذلك الحمد لله كل من يراقب الأحداث منذ قيام الدولة السعودية الثالثة وحد الملك عبد العزيز هذا الكيان العظيم والمملكة سمعتها ومكانتها ترتفع والمحب والكاره والعربي والمسلم وغير المسلم كلهم يعرفون ويقدرون مكانة المملكة العربية السعودية لذلك هذا الوطن يستحق مننا الكثير هذا خلاصة الأمر في الجانب المواطنة هناك المواطنة هي علاقة حقوقه وواجباته أنا متأكد أن الكثير يدرك هذا الأمر وأتذكر مقالة أو قول في خطاب للرئيس الأمريكي الذي يقتيل كيندي في الستينات الميلادي أوائل الستينات الميلادي يقول لا تسأل عن ماذا يعطيك وطنك بل اسأل ماذا تعطي وطنك هذه هي قمة المواطنة طبعا يقول لا لأن تحديات التوافق جاء أمريكا في حينها كانت تحديات كبيرة جدا أسك نط وات يور كونتري كان دو فوريو أسك وات يور كونتري كان وات يور كونتري كان دو فورير كونتري هذه هذه عبارة عظيمة صحيح أنه ليس عربيا ولا مسلما لكن خذ الحكمة من كل مكان ناخذ الحكمة من كل مكان هذه فيها غنى كبير جدا للعلاقة المواطن بوطنه فهي علاقة حقوق وواجبات وفيه هناك مواطنة سلبية ومواطنة إيجابية ومواطنة محايدة وهذه في حكمة سلبية الإنسان الذي لا يحتم بوطنه ولا يسهم ولا يبذل جهدا بما يستطيع هذا في حكمة سلبية المواطنة السلبية عندما يكون لك سلوك مناهض لوطنك وقد تغلفه بعشرين ألف غلاف أنا لا أتكلم عن المستمع لكن أي إنسان أي شخص محسوب علينا نعتبره مواطن قد يغلف سلوكه السلبي بألف غلاف وقد يستشهد حتى بالآية القرآنية والأحاديث النبوية لكن هذه مواطنة سلبية ضارة قد تصل إلى حد الإجرام في حق الوطن وفي حق المواطنين إلى آخرين فالمواطنة الحيادية والمواطنة السلبية نضعها في الخلف وإذا أنا لا أريد أن أستخدم عبارات ربما لا تليق لكن هي تحت أرجلنا مهما كانت لأننا أرقى وأرفع من هذا السلوك ولا يجب وإذا أخطى الإنسان وعاد فحياه الله وتعلم من أخطائه لكن أما أن يكون له السلوك مناهضا لوطنه ولمواطنيه ولدينه وللقيم العليا فهذا طبعا مرفوض نحن نتحدث الآن عن المواطنة الإيجابية وهذه تعتمد على كل فرد في الوطن له دوره وهناك طبعا كل الإنسان في موقعه والموقع هنا ليس موقعه بمعنى الوظيفة أو موقع الاجتماعي لكن موقعه فيه القادر وفيه غير القادر فيه المثقف وفيه غير المثقف فيه من يعمل في الحكومة في مستويات متعددة حتى المستوى الأدنى من الوظائف وفيه من لا يعمل في الحكومة وفيه من هو في القطاع الخاص ويملك من المال الشيء العظيم هناك الإنسان البسيط الذي قد يواجه مشاكل يومية كلنا مواطنون على كل حال فهذه المواطنة هو الدور خصوصا ماذا يجب أن يعمل هذا تعتمد على مكانته وكل بحسب طاقته هذا المواطنة في هذا المعنى نأخذ الشق الاقتصادي منها والشق الاقتصادي هو شق أساس فيه سلوك سياسي واجتماعي وهذه مهمة جدا وقد تكون يعني جيدة جدا وقد تكون رديئة يعني سلوك سلبي مثل ما أتحدث عنه لكن أن أتحدث عن مواطنة اقتصادي من زاوية معينة أن الفرد له دور ودور أولا لنفسه فمن خدم نفسه هو خدم الوطن من اهتم بنفسه سواء في التعليم أو في الإنتاج أي نوع من الإنتاج حتى الخدمات والوظيفة الخدمية هذا إنتاج أنت تسهم أولا أنت تسهم في نفسك وأسرتك وأهلك وأعجبني تقرير بسيط لأحد الشباب في إحدى المنصات يتحدث عن الوطن كأنه عائلة وأن رب العائلة هو من يجلب الدخل والخير لهذا البيت وأنه يعني هو المصدر هو مصدر الدخل فكأنه يقول أن النفط في المملكة العربية السعودية هو مصدر الدخل كأنه هو الأب بمعنى من المعاني فهل الأب هذا إذا شيء من عوارض الدنيا واختل هذا اختلال أو كلنا ميتون أو مات الأب انتهى الدخل إلا إذا كان هناك مصادر دخل أخرى وهو أن شباب العائلة نساء ورجالا كلهم يكونوا مصدر دخل لهذه العائلة بمعنى أن المواطنين في المملكة العربية السعودية هم مصدر الدخل الرئيسي والتنمية في المملكة العربية السعودية طبعا محلها الإنسان في العالم كله الهدفها الإنسان ووسيلتها الإنسان فإذا الإنسان اهتم بنفسه وبحث عن مصلحته وتجاوز الكسل وحاول أن يوجد له مكانه في المجتمع مهما كانت هذه المكانة بمواهبه وقدراته فهذا ما في شك أنه هو حجر أساس في المواطنة ثم طبعا هنا المقارنة التي ذكرتها قبل قليل هي يعني المقصود فيها أن هناك ممكن أن نقارنها بما بأحداث الرؤية خصوصا الهدف الرئيسي في الرؤية الرؤية 2020-30 الهدف الرئيسي هو هدف مصاحب لنا من 60 سنة لكن نجاحنا فيه نجاح نسبي هو تنويع مصادر الدخل وتخفيف اعتمادنا على النفط هذا هدف في كل خطط التنمية وبالمناسبة خطط التنمية بدأت 1390 هجري 1970 ميلادي خطط خمسية خمس سنوات خمس خمس حتى ربما إلى العشرين ربما خمس طائش إلى العشرين لا أدري متى توقف أظنها توقفت هذه الخطة أو أنها جاءت الرؤية وتجاوزتها بمراحل تماما ومنظور آخر للاقتصاد الوطني ففي كل هذه في كل الخطة وأرجو من يستمعني أن يرجع إلى أهداف كل الخطة سيجد هذا الهدف موجود وأعتقد أنه سموه للعهد تطرق لذلك بطريقة أو بأخرى والمتحدثون يعرفون هذه والمهتمون من تحدث في هذا ربما أشاروا لها وأما المهتمون فلا شك أنهم يدركون هذه النقطة حتى جاءت الرؤية ونظذت الغبار عن هذه الأوراق وجددتها وحدثتها وتجاوزتها ولم يعد ذلك العمل الروتيني كل خمس سنوات ونجاحنا في كان نجاح يعني ربما نسبي على أفضل يعني ما يمكن أن نصفه لأن النفط استمر معنا مصدر الدخل للحكومة وميزانية الدولة تعتمد عليه إلى نسبة كبيرة جدا والإنفاق كان يذهب تقريبا للرواتب ولأمور أخرى نجحنا ما في شك نجاحات تنموية هائلة جدا في الخمسين سنة اللي فاتت خصوصا في البنى الأساسية والخدمات الأساسية البنى الأساسية المملكة العربية السعودية الآن مربوطة بشبكات طرق ومطارات والجامعة تنتشر في كل مكان والمستشفيات والمدارس هذا نجاح هائل جدا في التخطيط لكن هذه في مرحلة سابقة وربما أننا تخدرنا بالنفط بالرغم من أننا نعرف أننا لا نحب هذا التخدير نعرف أنه غير مرعوب نحن نقول هدفنا التخلص منك أيها النفط كمصدر دخل أنت أديت دورك وشكرا لك إذا كجاز التعبير ولا تزال معنا وصاحبنا والله يحييك ويوفك لكن أنت نبغى مصادر دخل غيرك ونبغى تنوع في مصادر دخل ونبغى نتجاوزك ونعرف أن هناك أمور كثيرة جدا تحيط بهذا الموضوع بأن مصادر الطاقة والعالم لا يتجه للطاقة النظيفة فيها نجاحات كبيرة جدا والمملكة رائدة في هذا المجال نحن أيضا نسابق العالم في الطاقة النظيفة لأن هذا مستقبل العالم وهذا مستقبلنا بعد النفط حتى لو استمر عندنا مخزون نفطي بعد أن يتقدم العالم في مجاله فهذا لا ينفعنا كثيرا لأنه لن نبيع العالم لن يعود يشتريه بعد ربما 20 سنة 30 سنة وفي نفس الوقت كل التجهيزات وكل التقنيات الحديثة وكل معطيات الحياة الحديثة ستتجه للطاقة النظيفة عندنا في المملكة فلا بد أن يكون عندنا مصدر طاقة يواكب العالم حتى لو استمر مع النفط مع أنه هو سلعة قابلة للنظوم يعني الموارد يصنفون إلى ثلاثة نوع من الموارد موارد ناظبة مثل النفط وغيره والذهب اللي موجود بكميات محددة ويستهلك مع الوقت يستخرج وينتهي وموارد متجددة مثل الأسماك في البحار مثل المياه نوعا ما مثل يعني موارد متجددة إذا أنت رشدت فيها ممكن تستمر إلى أن يريث الله الأرض من عليها وموارد أصلاً يعني موجودة بكثرة جداً مع أنه الآن أصبح العالم يعني حتى الذي كان موجود بكميات غير عادية وموارد متاح وأكثر من متجدد أصبح الآن يباع الماء كان ينظر له في يوم من الأيام يكون أغلى موجود وأرخص موجود كان كان الماء متاح الآن يباع وربما أغلى من النفط الهواء والأكسجين يقال أنه فيه طوكيو في بعض المدن اليابانية وغيرها أنه تجي فيه مكان وتستهلك الأكسجين مثل ما تستهلك القهوة يقدم لك فحتى الموارد هذه الآن فيه ضغط كبير جداً على هذا الكوكب واستهلك وأنا مثل الكوكب بفاكهة استوائية فيها عصير حلو من جوه كل نضاع المصاص حقها فيها حتى أنها أصبحت أو تصبح يعني مجوفة وفاضية وكذا طبعاً مثال متطرف الله عنده الكثير وله في كل شيء حكمة ولكن فعلاً أنهكنا هذا الكوكب باستهلاك ما فيه على مدى طويل هذا موضوع طبعاً نجيب له لأنه نحن في قلب هذا الموضوع بالنفط وبالموارد وبسلوكنا فنحن بالمناسبة يعني النفط كسلعة استراتيجية لأنه دور أول في العالم وأستشهد في الفترة الأخيرة لما خفضت المملكة كل دول العالم دول التي تنتج النفط خفضت مع المملكة إذن هي قائدة لسبب رئيسي أن النفط تعتريه أزمات كسوق لوحده وكسوق مرتبط بالأسواق الأخرى بالأزمات الدولية والمملكة من سنوات طويلة جداً لها هدف مختلف عن الآخرين هدف استقرار سوق النفط حتى لو كان سعره ليس بما نرغب لكن هدفنا الاستقرار لأنه نحن في السوق نحن الأقوى نحن المستفيدين الأكثر ونحن الأطول بعداً في الزمن بعد أن ينظم مثل ما نظف فيه دول معينة النفط كانوا سريعين يريدون أسعاراً عالية لأنه ما يملكهم النفط كان قليلاً ويريدون في المدى القصير وكان يعني كما نعرف بعض الثوريين هنا وهناك في الدول منتجة النفط كانوا يأخذون على المملكة أنها معتدلة في الأسعار وأنها تراعي المستهلكين وتراعي العالم كله لأن هذه سلعة استراجية العالم كله الغني والفقير والدول المتقدمة هو الدول التي في طور النمو والدول الراكدة هذه كلها تحتاج النفط في حياتها ويتأثرون فيها فإذا أنت عملت بسياساتك بعيد عن هذا الجانب ليس فيه من الرش شيء وليس فيه من قيمنا نحن شيء للمملكة مع أن نحن أيضاً ترى هذه ليست قيمة أخلاقية لعل فيها إن شاء الله القيمة الأخلاقية لكن مصلحتنا على المحك نحن وهذه من أهم ما أورد في الرؤية ومن أهم ما في سياساتنا أن مصلحتنا هي الأولى لم نعد نجامل ولا نساير ولا يهمنا إلا ما في مصلحتنا وإلا ما في مصلحت العالم فدورنا أيضاً في الجانب هذا في الأزمات الدولية وكذا ممكن أن نستدعي أمرين أو في 2008 يعني وأيضاً أزمات التضخم في العالم عندما المملكة بدورها في سوق النفط هي تخف التضخم لأنه هو عنصر رئيسي النفط عنصر رئيسي في مجموعة الأسار التي تشكل معدل نفط فإذا اعتدل اعتدلت الأشياء الأخرى ومدفوعات النفط أيضاً وكذا وكان لها دور وثبت أن أحياناً العالم خاصة العالم الغريبي وخاصة ولا تتحدث تطلب من المملكة سياسات معينة خاصة زيادة الإنتاج أو تقليل من السعر وكذا والمملكة لأنها تعرف وتدرك ولها تجربة طويلة في أسواق النفط فلذلك لا تساير ولا توافق وثبت أخيراً لو أننا سايرنا أو طاوعنا ما تقول الولايات المتحدة في عز ارتفاع أسعار النفط قبل فترة ربما أن الأسعار ليست حتى بهذا وأيضاً لو سمحنا لكل من هو في السوق أن خاصة يعني أعضاء أوبك وأبوك أوبك بلس لها أسماء مجموعة اللي خارج أوبك خاصة روسيا لو ترك لهم المجال وكذا خاصة في الأزمات الحرب في أوكرانيا الصراع اللي بدأ لان استجد حرب أكثر من باردة ما بين روسيا والصين والولايات المتحدة لو سمح لهم أن يخنقوا الاقتصاد الغربي ربما لخنقوه ولو سمح لأمريكا أن تتدخل في أسواق النفط في قرارات أصدقاء أمريكا لنا علاقة معها أمريكا علاقة استراتيجية من الدرجة الأولى ولا نريد أن نكون حتى في الطرف المحايد نحن مع المعسكر الناجح في الاقتصاد وهو المعسكر الغربي ولا نخفي ذلك على مدى السنوات طويلة جدا لأننا علاقات استراتيجية لكن علاقات مستقلة علاقات مبنية على المصلحة فلو سمح لهؤلاء سواء صدقتنا مع أمريكا أو علاقاتنا المستجدة الآن مع الدول الكبيرة يسمونها بريكسل الآن خاصة الصين وروسيا ربما سوق النفط لم يكن بهذا الاستقرار ولا تأثرنا نحن ولا تأثر العالم تأثرا سلبيا فثبت أن سياساتنا في النفط على مدى 30 و40 سنة ويمكن 50 سنة من إنشاء بك بالذات من إنشاء بك إلى الآن السياسات الأكثر نجاعة في مواجهة الأزمات الدولية وهذا شيء يحسب للمملكة العربية السعودية أعود إلى المواطنة الاقتصادية يعني الأزمات الدولية موضوع طويل وعريض وربما هناك من هو أفضل مني في استعراض الأزمات لكن طبعا بالمناسبة عضويتنا في المؤسسات الدولية الاقتصادية عضوية مميزة ودائما نحرص أن نمثل من هو غائبا عن هذه خاصة المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية المجموعة الأفريقية الدول النامية نحن سياستنا ودورنا في هذه المنظمة الدولية كان مراعاة لهذه الدول يعني كأننا لسانهم إذا لم يكن لهم لسان فصندوق النقد الدولي طبعا نحن عضاء فيه ومؤسسين مثل ما نحن مؤسسين في الأمم المتحدة وهو المؤسسة الدولية المهتمة بالعملات والمدفوعات وكذا فمنذ إنشاء ودعم عندما صار هناك أزمات في المدفوعات مع النفط وارتفاع أسعار النفط والغرب يتكلم عن البترو دولرز وأشياء والعملات وأسعار هذا دعم في عز أزمات النفط الأولى في السبعينات أنا أذكر بأربع سهام المملكة في رأس مال الصندوق بأربع مليارات فكان دور مهم جدا ويعني حتى الدول الغربية عندما تساهم ولكن كذا تأخذ مقابلها أشياء نحن ساهمنا لدعم الصندوق ودعم المدفوعات على المستوى الدولي نظام المدفوعات أيضا البنك الدولي ومساهمتنا فيه المنظمة التجارة الدولية والأهم من هذا كله هو دورنا في العشرين ومنظمة العشرين الجي تونتي هذه منظمة للاقتصادات الكبرى ونحن اقتصاد كبير وإن شاء الله الآن نتجاوز الإشكالات التي كانت تواجهنا فيه في الأمر الذي تحدثت عنه وهو العتاق من أسر النفط كمصدر داخل رئيس هو لا يزال رئيس وبيع استمر معنا لكن نحن ننمي المصادر الأخرى بشكل لم يسبق له مثيل والآن صندوق الاستثمارات العامة يعني يعمل مستحيل هذا في الجي تونتي نحن لسان الدول الأخرى الغائب عن الجي تونتي نحن لسان هذه الدول فهذه المنظمات ودور المملكة فيها هذا دور مهم جدا نستشعر أن نحن كسعوديين فترتفع رؤوسنا عاليا ونعرف أن نعمل ذلك لمصلحتنا ولمصلحته العرب والمسلمين هناك جانب آخر أريد أن أتطرق إليه وهو أين كنا وأين أصبحنا من الزاوية الاقتصادية وما هو دورنا في هذه المرحلة طبعا هناك ما يسمى بالمنحة السكانية أو شيء لا أعرف تعبية حتى بالإنجليزي المقصود فيها أن نسبة الشباب في لحظة من اللحظات وفي بعض المنظور الاقتصادي القاصر أنهم عبء على الاقتصاد لأنهم ما في شكل نسبة منهم لا تزال غير منتجة وتستهلك ولا تنتج لهم الأعمار الصغيرة لكن الأعمار الكبيرة هذا وهو سيل متدفق يعني من صغيرة يصبح كبير بعد فترة فهذا السيل متدفق يعني هم يعني ثروة كبيرة جدا وهدية من رب العالمين هدية يعني أن لديك طاقة بشرية منتجة السؤال كيف نفتح الأفاق لهذه أريد أن قبل أن نعود لها مرة أخرى أريد أن أعرج على تاريخنا الاقتصادي يعني في الحديث ليس يعني الحديث نسبيا نحن بدأنا من ما تحت الكفاف اقتصاد الكفاف يعني الغني هو من يملك مزرعة مثلا أو محل صغير البيع والشراء في الأسواق التي لا تفتح تفتح في أسبوع يوما أو يومين أو صاحب عشر من العبل أو مئة من الغنم أو هذا يعتبر غني في وقت وأغلب الناس بسطاة يعيشون يوما يوم حتى بدأ الاستقرار الأمني والسياسي وتكوين المملكة العربية السعودية وأتكلم من الأربعين طبعا النفط اكتشف عام 38 ولم ميلادي اللي هو 68 هجري من القرن الماضي ولم يعني يستمر طبعا قطع عشاء الحرب لفترات تأثر وصار هناك شكالات اقتصادية في المملكة بعد استقرارها أصبح الملك عبد العيز هو مسؤولة عن هذا الوطن الكبير جدا وأصبح هناك بدايات الجيش بدايات الحكومة بدايات في كل أنحاء المملكة العربية السعودية ورمزها البسيط هو أمير المنطقة والقاضي وربما أعيان تلك المنطقة هم رمز الحكومة ومثلوا الملك عبد العيز في تلك المنطقة لكن عام 45 بدأ النفط يعود وإن كانت عقود النفط الأولى عقود مجخفة لكن يعني في وقتها ما استمر يمكن عشر سنواتها وخمسة عشر سنة الأمور تتحسن ولكن تدريجيا ميزانة الدولة ضعيفة ويعني لكن الناس بدأوا بدأ في حراك اقتصادي بدأت في أسواق بدأت في المدن تتكون بدأت يعني النشاط والوظائف الحكومية تزداد نوعا ما حتى وصلنا إلى سبعينات الميلادية أو التسعينات الهجرية والأمور تتحسن لكن ليست بالدرجة التي نريدها الرواتب قليلة والوظائف قليلة وموارد الدخل محدودة جدا لكن في التسعينات مع الثورة النفطية يعني الطفرة طفرة في أسعار النفط القفز في فترة قصيرة جدا مع حرب 73 ميلادي مع الكيار الصهوني صار لها أثر وتأثر فتراكمت عندها الثروات وأن يكون بدأت تخطيط قبلها بسنتين أو ثلاثة الدولة كان عندها وفورات مالية وبدأت تخطيط لكن في منتصر الخطة صار تغيير كبير جدا وأصوات ثم بدأت تخطيط الخمسي وهذه حوالي 40-50 سنة من تخطيط الذي تحدثنا عنه وهذا كان فيه نجاحات كبيرة جدا الحمد لله ونحن أتكلم عن جيلي ومن بعدي نحن يعني ما نستفاد من تلك المرحلة ونحن يعني نتاج تلك المرحلة ويعني في الخدمات الرئيسية ثم بدأت الرؤية هذه مرحلة أخرى طبعا في مراحل متعددة وأزمات متعددة أزمة مالية عام 77 هجري 57 استمرت سنة 2-3 الريال ضعف وكذا واهتزت وصار انهيار بنكي وفي بعض الأمور وأمور معينة حتى استعادت الدولة الزمام والملك فيصل رحمة الله عليه كان لها دور وجاء من المستشارين على رأسهم الاقتصادي الباكستان مشهور الذي رأسه موسى النقد وكان توقيع على الريال السعودي لفترة معينة وربما يعني كان مفروض يجل ستة أشهر أو سنة أو سنتين جلس يمكن بقية حياته معنا واستعادت دولة حيويتها والاقتصاد بدأ ينمو والخدمات والبنية الأساسية تكونت الآن نحن في خاصة مرحات الشباب والشباب الآن قد لا يدركون تلك المراحل ولا يثمنونها ولا يثمنون بلدهم ولما كانت المواطنة الحقة هو أن تعرف نفسك وتعرف وطنك وأن تقوم بأعلى دور ممكن حتى العمل الخيري نعتبر أنه عمل خيري وصدق أو كذا لكن هذا العمل الخيري ربما أنه أحد رموز المواطنة الحقة وكل عمل منتج في أي مكان هو المواطنة الحقة يعني كلما كنت منتجا كلما كنت مساهما ومواطنا صالحا كلما قمت بدورك يعني في موقعك بكل المعاني و يعني المسؤولية طبعا المواطنة المسؤولية والمواطن مسؤول عن نفسه وعن من يعيلهم المواطنة هنا نتكلم مثل ما قلنا أنه فروق فيه القادر فيه غير القادر فيه البالغ فيه غير البالغ فيه المكلف فيه غير مكلف فهو الإنسان نتكلم عن الإنسان المكلف أنه يدرك ويهتم ويجب أن يكون في جوهر المواطنة في جوهر السباق لنكون رموزا متعددة في الوطنية الحق السلام عليكم ورحمة الله